من أزمنة الجهل والاحتراب إلى صرح علمي في قلب الصحراء لعل هذه اللافتة وحدها من تدل على واقع جديد يتشكل من طموحات وآمال مئات الطلبة الذين وجدوا في حاضر هذه الكلية فرصة لتحقيق أحلامهم التي ظلت سجينة لسواد العادات وغيبت عن منصات الوعي لعقود طويلة كان المجتمع من قبل سنوات يحرم المرأة من التعليم وكان يقولوا أنه عيب عندنا التعليم والآن الحمد لله صار عندنا التعليم متوفر وصرنا ندخل الجامعات ودرسنا للثانويات ودرسنا للعداديات والآن نحن موجودين في الجامعة والحمد لله وصلنا لما ننتمناه وإن شاء الله تحقق أحلامنا هكذا يبدو الواقع في الجوف ماثلا بالتحولات حيث تكتب قاعات وأقسام هذا الصرح العلمي الأول في المحافظة بنسبة كبيرة من الفتيات في صورة تؤكد حجم التحول الكبير في مستوى الوعي بأهمية التعليم لم يكن هذا المشهد حاضرا في الجوف قبل سنوات ولم يكن لهؤلاء فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي إن لم يكن حرمان الكثير من أقرانهم من التعليم الأساسي مفارقة أقل ما يقال عنها ما عجزت عن تحقيقه سنوات السلم أو الإتان به تحقق في زمن الحرب جهود كبيرة بدلت السلطة المحلية بالجوف خلال ثلاثة أعوام من عمر كلية التربية والعلوم التطبيقية بأقسامها وتخصصاتها المختلفة التي يتوزعها أكثر من ألف ومئتي طالب وطالبة إلا أنها لا تزال تواجه الكثير من التحديات من بينها عدم اعتماد الموازنة الكلية الوحيدة بدأت بإمكانيات بسيطة ولكنها استطاعت أن تثبت وجودها حتى وصلت إلى ما يقارب من ثمانية أقسام في التخصصات العلمية واجهتنا العديد من التحديات أبرزها عدم اعتماد الموازنة بالنظر إلى البعض الذي عاشت الجوف على كل المستويات وإن بدت متأخرة قياسا بالمحافظات المجاورة لكن فيما يتعلق بالتعليم العالي تثبت قدرتها على التحول يوما بعد آخر متحررة من أغلال الجهل إلى منصات الوعي والمعرفة علي الجرادي قناة بلقيس الجو